تعمل إدارات وزارة الداخلية عبر منظومة متكاملة من أجل تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بأفضل مستويات الدقة والكفاءة والإنجاز وفي هذا الإطار تأتي جهود شؤون الجمارك وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والتي تواكب الإقبال الكبير والطلب المتزايد خلال شهر رمضان المبارك تتكمل جهود إدارات وزارة الداخلية من أجل تقديم الخدمات بأعلى درجات الدقة والسرعة والكفاءة وهو ما يتم بذات الوتيرة خلال شهر رمضان الفضيل وفي هذا الإطار تقدم شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خدماتها سواء ما يتعلق بإجراءات المسافرين أو التأشيرات وغيرها بما يحقق أفضل مستويات الرضا لدى المواطن والمقيم طبعا في النصف الأول من شهر رمضان الحركة تكون طبيعية وتزيد الحركة في النصف الثاني فنحن طبعا مستعدين بتقديم كافة التسهيلات للمقيمين والزوار المواطنين طبعا فاتح جميع الكباين وعندنا خطط بديلة أيضا نستعين في مثلا فاتح الصالة في أوقات إن شاء الله نتمنى من الزوار المقيمين اللي يونحق مملكة البحرين أن يتعاونون مثلا نتأكد من جميع الوثائق الصحيحة نتأكد من الأشخاص الذين في السيارة عساس نكون على أتم الاستعداد في خدمتهم إن شاء الله خلال زيارتهم من مملكة البحرين كما تعمل شؤون الجمارك على إتمام إجراءاتها المتعلقة بحركة التجارة والاستثمار وتقديم خدمات جمركية متميزة على مستوى عالم من الجودة وهو أمر يتم تحديثه بشكل مستمر من خلال منظومة متكاملة من التطوير سواء بشأن التقنيات والمعدات أو من خلال تدريب الكوادر العاملة من قبل رمضان يكون نجهزين الاستعدادات كاملة بالموظفين العدد الموظفين ووقت الزحمة من بداية الشهر الفضيل يكون الازدحام يبتدي في ارتفاع فأحنا نكون عندنا الدعم والمسارات بتكون مفتوحة جميع المسارات كل عارف أن في ذي الوقت نصف شهر رمضان يكون للازدحام فالعدد يزيد فأحنا نكون مستعدين استعداد كامل لفتح المسارات والتسهيل على المسافرين وعلى الزوار وعلى المقيمين يبقى تقديم الخدمات وبمستويات متميزة نمطا أساسيا في منظومة الأداء بإدارات وزارة الداخلية ومعها يتواصل تطوير العمل واختصار الإجراءات ليظل تطوير الخدمات عملية مستمرة ترجمة نانسي قنقر